عندنا لسه أخبار الصحف العالمية قالت ايه على الدورات الأوروبية مع المحترف خليكم معنا يلا نبدأ جولتنا في الصحافة العالمية تحديدا في أسبانيا طبعا صحيفة ماركة الأسبانية اهتمت بنتائج الدوري الأسباني وكتبت عن فوز برشلونة الكبير على أتليتيكو بلباو أربعة صفر برشلونة تشافي يذهب من أربعة إلى أربعة طبعا فوز كبير وبرشلونة دايما بيكسب بالأربعة وقالت كمان ديربي الأساس أمام ريال بيتس والفوز 2-1 إشباليا يفوز بالديربي ويستمر القتال على لقب الدوري عن فوز بيا ريال على إسبانيول بنتيجة كبيرة 5-1 كتبت الصحيفة سوبر هاتريك لبينيو لسه في إسبانيا مع سبورت الأسبانية اللي ركزت هي كمان على فوز برشلونة على أتليتيكو بلباو أربعة صفر في الدوري الأسباني وكتبت بعنوان كبير انطلاقة انطلاقة طبعا للكتالوني الصحيفة اهتمت بهزيمة إسبانيول أمام فيا ريال 5-1 وكتبت تصحيح صعب من فيا ريال الأسبانيا لسه في أسبانيا مع موندو دي بورتيبو الأسبانية اللي ركزت على فوز برشلونة كمان أربعة صفر على أتليتيكو بلباو وكتبت برشلونة بكامل قوته الصحيفة اهتمت بفوز كمان ليفر بول بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب تشيلسي وكتبت ليفر بول يفوز بكأس رابطة المحترفين بعد 22 رقلة ترجحية طيب نسيب أسبانيا ونروح سريعا لبريطانيا تحديدا صحيفة ميرور الإنجليزية اللي ركزت على فوز ليفر بول بلقب كأس رابطة المحترفين بضربات الترجيح الماراتونية ضد تشيلسي 11-10 سجل طبعا حارس كيلر طبعا حارس ليفر بول ضربة الجزاء الترجحية فيما فشل كيبة حارس تشيلسي في التسجيل نروح من إنجلترا نروح سريعا لفرنسا لكيبة الفرنسية ركزت على هزيمة أولومبت ليون أمام ليل 1-0 وتعادل أولومبت مارسي أمام تروى واحد واحد في الدوري الفرنسي وكتبت أولومبت ليون يسقط مجددا وغضب وأولومبت مارسي دون أفكار نتير من فرنسا نروح لإيطاليا ونروح لجريدة كوري ديليو سبورت الإيطالية اللي ركزت طبعا على فوز نابولي على لاتسيو 2-1 وسعوده لصدارة الدوري الإيطالي وكتبت نابولي يطير ويحلم الصحيفة كمان تحدثت عن فوز روما على سيزيا 1-0 وتراجع ميلا وإنتر في الجولات الأخيرة وكتبت ميلا وإنتر إنها مسألة ذهنية لسه مع حضراتكم في إيطاليا مع توتو سبورت الإيطالية اللي كمان تحدثت عن فوز نابولي 2-1 على لاتسيو وتصدره للدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن ميلا وكتبت نابولي أول ونفس نقاط الميلا كمان الصحيفة تحدثت عن يوفينتوس وديوسا فلوميتش وكتبت يوفينتوس أقوى من المتاعب وزي ما بقول لحضراتكم كل الدوريات الأوروبية مشتعلة لكن بالأخص بالأخص الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي أفضل دوري في العالم ويمكن من خلال متابعتكم مع حضراتنا الحلقة دي والقاء الضوء على نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا الدين كانت مباراة رائعة من خلال الأرقام من خلال الأداء من خلال التغييرات كل حاجة كانت وجبة دهس لما جدا لمحب قرط الخضم في العالم وبتقول أن الدوري ما يزال وسيظل للفترات طويلة أكيد الدوري الإنجليزي أفضل دوري في العالم نروح سريعا لفاصل عندنا النقد رهادي محمد البورم النهاردة هيشرفنا في المحترف عشان نتكلم معه بالتحليل والتفصيل على هذه المباراة الرائعة وفوز نجمنا الكبير محمد صلاح بكأس أخرى وطايتل آخر يضاف لنجومية وأرقام محمد صلاح في ليبر بول وفي الكرة الإنجليزية هنشوف كل ده كمان على الدوري الإيطالي الدوري الأسباني الدوري الألماني كل ده في المحترف بعد الفصل